دخول السيتو جينيتيكس في الكلسيفيكيشن في أكيوت لوكيميا سواء ميلويد أو ليمفويد أضاف لنا حاجة مهمة جدا حاجة اسمها ريسك ستيتوس نقدر نتقيم خطورة الطايب أوف لوكيميا نقدر نقول ان هو نوع معقول كويس هيستجيب للعلاج وهيبقى يتحسن نوع انترميديت يعني ممكن يستجيب في بعض أحيان ولا يستجيب في بعض أحيان انترميديت وسط نوع انفيفربل نوع بينقول عليه مش محبب ما بيستجيبش للعلاج بيقاوم العلاك بيبقى من النوع اللي هو انفيفربل وفي بعض الانواع مش عارفين هل هي تبقى مع الفيفربل ولا مع الانترميديت ولا مع الانفيفربل أنا حدي مثال لكل واحد أنا عندي مثلا الفيفربل عندي فيه حاجتين مهمين قوي اللي هما ترانس لوكيشن 15-17 وترانس لوكيشن 8-21 يعني انتقال جي من كرمزوم 15 إلى كرمزوم 17 وانتقال جي من كرمزوم 8 إلى كرمزوم 21 انتقال الجينات ده من معلوم الانواع الفيفربل في الامل طيب الانترميديت مثلا حاجة زي اللي هو يعني بدلا ما كان عندي اتنين كرمزوم من الان عندي ثلاثة كرمزوم في واحد زيادة زي يعني حتة نقصة حصلها من الفيف مش موجودة الفيف موجود ولكن في حتة مش موجودة انما لما يكون الفيف نفسه مش موجود بنقول عليها او منزمي يبقى في فرق من ديل 5q وبين الميينز ال؛ل حتة مش موجودة الميينز فيف الكورمزوم نفسه مش موجودة وبنقول عليها منزمي منزمي يعني واحد موجود واحد ايه مش موجود طيب وترايزمي يعني في واحد زيادة نخذنا بفوق المثال بتاع الترايزمي طبعا الحاجات دي كلها مفهوض ان احنا هندرسها ان شاء الله في جزء خاص بالسيتو جينيتيكس والموليكوليور جينيتيكس هناخد تفاصيل اكتر هنوضح اكتر كل الاظر ابنومالتز ممكن تتحط مع الانون